بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنسى على عبده الكتاب ولم يجعل له عبجا قيما لنظر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فإنا جعلنا ما على الأرض سينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فغربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وسدناهم هدا وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتطا هؤلاء كوم نتخذوا من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسلقان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتسلتموهم وما يعبدون إلا الله فأغوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم بالرحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا حق وترى الشمس إذا طلعت تساور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يغلل فلا تجد له وليا مرشدا